نتحدث عن خصية مارل السرطان لما نحكي عنه نتحدث عن تغيير جذري في الشكل ونحن دائما نتحدث عن كل قضية تقبل الأغهر والاختلاف في مجتمعاتنا العربية بحاجة كل الوقت لتثقيف ويمكن لبط النظر في كل ما يخص تغيير الشكل الخارجي أنت تعملتي مع الموضوع بطريقة جدا جريئة لدرجة أصلا كان في فكاهة كثير بتعمل مع هذه القضية كان في موقف يعني مش ممكن حدا ينساه مزبوط هي الإشي صار أنه يعني بدي أخليكي كمان يعني كمان أنا أكون مرتاحة وكمان أخلي الشخص اللي عقبالي مرتاح يعني بتعامله مع الموضوع معي كمان فاللي صار أنه كتير بالبدايات كان هيك ينتبهوا شو يحكيوا قدامي أو أوفع فاللي صار أنه أنا وزوجي لما شي يوم هيك رحنا على واحدة من الجلسات في البدايات بتخيل إنها التانية يمكن التالتي كان شعري صار نازل كله فجوزي أنا أصلا أصلا فكل الوقت أنا ويات وهيك أنه بتعرفي أنه أنت أصلا أنا فاللي صار أنه كنت ماسكي أنا الكاميرا فعم بتطلع أنه إحنا التنين زي بعض فبحكي له فكرك صلعت مين أحلى أنا ولا أنت فهو صار كمان يضحك على يوم مش عارف تعني سألهن فبحكي للكاميرا إنه شو رايكوا أنتوا صلعت مين أحلى أنا ولا هو فبعدين إجت في بالي فبحكي يعني للنساء انتبهي قوعك تتنمر على صلعة جوزك أحسن ما ييجي يوم وتصلع زيه فما حدا يتنمر على صلعة جوزه فصار من هون حس الفكاهة يمكن أنا كمان كان بالنسبة لإلي دفاع شوي أكتر إنه أنا أضحك على حالي قبل ما أعطيك فرصة أنت تضحك علي وعملت الأشياء فكاهة لأنه أنا زي ما حكيت أنت رافضة للحلول التي دائما تقدم في كل قضية أنه يكون في شعر مستعار أو أنت رافضة كليا لهذا صح سمعت كتير يعني أنه لا بتحطيش بروكا لا بتحطيش تربان مثلا على راسك فهت أحكي لك شغلة كتير مهمة وأحكي للكل مريضة السرطان فيه إشيء بجسمها اسمها بات حم وبالذات في الراس فما بالك مع كل الحم كل الوجع أنا كمان أحط على ثقل زيادة على راسي اللي أنا أتعب منه أكتر فهذا السبب اللي خلاني أنا أطلع بهاي الصورة كيفما أنا مرتاحة مع نفسي بغض النظر المفروض كيفما أنا بتكبل الكل يتكبلوني مية بالمية ما أعمل شي فوق طاقتي حتى من ناحية صحية عشان أرضي نظرة اللي لازم تكون في نظرك كمجتمع بالزبط موسيقى